قدم الرئيس الإيراني السابق أحمد نجاد أوراق تسجيله كمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك في تحدي لأمر المرشد علي خامنئي الذي أصدر قبل عدة أشهر قرارا بمنع نجاد من الترشح إلى الانتخابات قرار نجاد أحدث انقساما داخل التيار المحافظ والذي طلب المرشد بعدم السكوت على تجاوزاته ومحاسبته في اليوم الثاني من استقبال تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الإيرانية تقدم الرئيس السابق أحمد نجاد بطلب ترشح لنفسه لخوض الانتخابات الإيرانية في دورتها الثانية عشر بعد أن قام المرشد علي خامنئي قبل عدة أشهر بإصدار أمر بمنع أحمد نجاد من الترشح والدخول في الانتخابات ذاكرا أن ذلك من مصلحة البلاد أحمد نجاد تحدى قرار خامنئي وحضر إلى مركز الاقتراع وقدم أوراق ترشحه رسمية بالإضافة إلى ترشح مساعده السابق حميد بقاء ورحيم مشاء لخوض الانتخابات الرئاسية وعلل نجاد تقديم أوراقه بأنها تأتي دعما لمساعدة حميد بقاء وحمايته وتأتي هذه الحادثة التي أثارت وسائل الإعلام الإيرانية خصوصا المقربة من خامنئي في وصفها بأن أحمد نجاد يقوم بتحدي وعصيان أوامر المرشد مطالبين بعدم السكوت على تجاوزاته معلنين منع المرشد لترشحه هو سبب اتهامه بالعديد من ملفات الفساد والرشاوي وترد الوضع الاقتصادي إبان عهده ويرى مراقبون للشأن الإيراني إن ترشح أحمد نجاد يمثل ضربة قوية لخامنئي وتياره وانقساما داخليا في ظل تصاعد حدة الخلافات في إيران مع قرب الانتخابات لا سيما وأن تيار خامنئي اتفق سابقا على دعم ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية